الرياضي دكتور عمارة يعني المشهد الرياضي يعني سمك لابن طمر هندي وكل ما جلنا امل والله ده في ارادة ان احنا ناس بتوعيدنا بانها هتصوب نلاقينا ماشينا على نفس اطبان القطر القديم حضرتك شاف المشهد ازاي زي ما احنا شايفين ولا ليك ليك حتت كده عايزين لا لا انا بالعكس انا مقتنب حتتك بتقول وحتى انا كاتب كلمة النهاردة في مقالتي صحيح بقول ازم الترياضة في مصر عرضي مستمر اه ياريت نكتب على سطر ونسيب سطر اه مشكلة متفقين يعني مشكلة يعني انا ما كنت مسؤول عن الشباب والرياضة الشباب حاجة صعبة جدا وملايين الشباب لكن كاشو اخدا مني جهد كبير زي مشكلة صغيرة تحصل في الرياضة كرة القادر مشكلة بالاهلي والزمالك مشكلة بالاسماعيلي والآلي اي حاجة من المشاكل جينا حتى الشباب متأثر بيها متأثر بيها بالضبط فكاد كاد يعني ولزارة مسؤول عن سعاد دي من ايام اقرى المستكاوي وقرى الناس نفس المشاكل وجد نعماءهم ونفس المشاكل ستيل انه شغال فيها يعني فيش السيركة زي ما مسمعها حلقة مفرغة عملا تلف فيها على طول ايه الصعوبة في ان احنا نعالج هذا الامر افادي الصعوبة فاكر الأساس سعيد حشمت مرة من اتكلم في الموضوع قال لي اخوانتو دوشينا اشمعنا الرياضة هو المرور كويس هي الصحة كويسة هي المدارس كويسة اشمعنا الرياضة عاستيبه كويسة انت انت عايز يعني ايه تنكت الحاجة تنكت ايه بس فيه مجهود بينكت في حاجات كتير جدا ويجي عند الرياضة برضو بصي مش هنزعد لي انا مثلا كفحت كثيرا عشان جميعنا عملت هاده الكورة ده كفحت ايه البداية لازد يكون هنا كل ما تصور سيد ابرهيم عاولت عامله فعشكايا بقول لجنة الخماسية ده لو قدرت تريحنا تبقى عمل انجاز تاريخي والله يا طبع اه انجاز تاريخي يعني هو كفاية عليه ان يعمل فار وان جماله ما يغير اه فانت النهاردة بتتكلم في كرة القادم اللي هي كل حاجة في البلد كرة القادم ايه داريتها زي ما تشايف يعني حتى انا بريدة يعني من الناس اللي احنا حطينا عامل كبير جدا اه وعني انت عارف بدأ معايا هو صغير حضاك قدمتهم كلهم كلهم يعني كلها كلها واحد وتسعين واثنين وتسعين انا فقط حرب وهاني وسامير زال صحيح هاني جميل وحاجة حلوة بس انا 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 نصحته بريش اسمع الكلام مم ما حاب يخش قلت له هاني انا رأيي انت معك دكتوراه مم هتنزل تدور عشان تاخد لسانس ليه ممم خليك دولي انت اه انت نهاش خليك حكم لا يعني خبير لا اعتنوا ما تخشش عادلة بيه اعتنوا ما تخشش اتحاد الكل ايه انت وده كلام ده قلتوا حسن مصطفى اه يعني فيه برضو بذكرة بس حسن سمع كلامك لا ايام حسن مصطفى كان فيه مشكلة زعلت مني الكابتن صالح سليم ايامين اه لاني نقلوا الكابتن صالح ان انا مع حسن اه لما نزلوا قدام الكابتن صالح وده مش مزبوط